اشتركوا في القناة الكواكب وتأثير الكواكب بالفترة هاي اللي راح تمتد معكم للفترة القادمة ورح نصير كل أسبوع نحدد يوم مثلا يوم الأحد نحكي فيه عن البيوت وتأثيراتها ايش اللي بتأثر عليكم خلال فترة الأسبوع القادم من ضمن توقعات اليومية يعني هي توقعات أسبوعية ولكن من ضمن توقعات يومية رح نعملها زي الحلقة هاي يعني بنفس الصورة هاي انتوا من خلالها بتعرفوا بعض الأمور اللي بتسيطر عليكم خلال الفترة القادمة وتأثيرات اللي ممكن انها تأثر على مزاجكم طبعا الأسئلة زي ما شفتوا بالوصف أو بالإعلان انه اليوم رح نحكي عن التخاطر أو علم التخاطر ورح نحكي عن التأمل برضو اللي هي اللي بستخدموها تعون الطاقة أو الأشخاص اللي بيعيشوا جو الشمع والتأملات والنفس والعدد والهاي الأمور فبدنا نحكي عن هذول الموضوعين برضو من ضمن الأسئلة فاللي حابب يكمل معنا للنهاية بكمل اللي حابب يسمع الأبراج لحالها يسمع برجه أو يسمع الأبراج وبكتفي طبعا القمر الآن هو موجود في منزلة المؤخر هي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر رح يمكث القمر في هاي المنزل إلى الساعة وحدة وأربع دقائق صباحا من صباح يوم الأربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكر اليوم عندنا ثلاث زوايا وعندنا خلوم مسار زاويتين سلبيات الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة 22.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 12.24 دقيقة ظهرا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 5.39 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار بيبدأ الساعة 5.39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وبينتهي في اليوم التالي اللي هو يوم الخميس ساعة 1.21 دقيقة فجرا هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 20 يوم في تمام الساعة 9.18 دقيقة مساء بيصبح 21 يوم نسبة الإضاءة 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 60% القمر في الحوت حتى يوم 1 سبعة منتحس بنسبة 45% عطارد في الجوزاء حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحسة بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيظل في نوع من أنواع الشغعور بأعراض غير اعتيادية يجب التوجه لفحص أو للعلاج إذا شعرت بشيء غير طبيعي في منك رح يهتم ببعض الأمور العلاجية أو المستشفيات أو مراجعة طبيب أهم شي انك تأخذوا قصد كافي من الراحة اليوم ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أساس رغم أنه القمر منتحس فعشان هيك بتميل لتضخيم صعوباتك ممكن تكون شوية هيك مش واقعي حاول أنك تكون أكثر واقعية تستعيد ثقتك بنفسك وحبك للحياة بالنسبة لعطارد طبعا بما أنه سعيد فهاي فترة مهمة ممكن يصير من خلالها نقاش حوار إقناع أو الترويج لا إشي معين أو مقابلة مثلا بتحاول تفرض رأيك فيها في منك رح يهتم بموضوع العلاقة بالسفر أو الدراسة والعمل وبرضو بالمشاركة في لقاءات وندوات فكرية أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الرابع فهاي بتعطي سعادة على المستوى العائلي والعلاقات العائلية بتخليها تكون جيدة الفترة هاي برضو بتعزز لك بعض النقاط المالية اللي بتيجي من خلال أخ أو جار أو حتى أمور إلها علاقة بدعم من أحد أفراد العائلة هاي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي بالنسبة للزهرة طبعا منتحسة فعشان هيك بتكون عواطفك وجاذبيتك مفرطة ممكن تفعل أي شيء لأجل المتعة فعشان هيك بدك تدير بالك ما تبالغ في هاي الأمور المريخ في البيت الخامس برضو منتحس بيغلب على سلوكك العنف وممكن يكون فيه نوع من أنواع سوء في التعامل أو اللياقة في العلاقة أو في الحوار فبتكون عصبي أو حاد فممكن تزعل الحبيب أو أحد الأبناء منك برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك اليوم في مناسبة سعيدة علاقتك أو علاقات الصداقة عندك بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة طبعا الشمس اليوم تعطي هيك شوي نوع من أنواع التسليط على الأمور العائلية فهي ممكن تحسن من وضعك أو تحصل على أرباح عن طريق إشي إلو علاقة إما بالتأليف أو بالأسفر أو بالأمور الفكرية أو المنزلية أو العقارية ممكن تزيد قوة ملاحظتك وفضولك بالفترة هاي وتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين ممكن تروج لسلعة معينة أو لمشروع معين إلو علاقة بالاتصالات أو بالأمور الفكرية بالنسبة للقمر ممكن شوي يصير فيه نوع من أنواع سوء التفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو خيبة أمل من تصرف أحد الأصدقاء اتجاهك فيعمل نوع من أنواع المشاحنة أو سوء التفاهم عطارد ممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك أو تحصل على ربح سريع ومفيد وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية بالنسبة للزهرة بما أنه في البيت الرابع فهون بتكون متقلب الأطوار وغير مستقر وممكن أنك ما تحسن اختيار الشريك بالفترة هاي وبرضو ممكن يخلق لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم على مستوى البيت المريخ طبعا بعطيك نوع من أنواع خلافات عائلية ولكن ممكن شوية تخليك تخرج من المنزل أو تبعد عن المنزل عشان تتجنب الجو اللي ممكن يكون غير محتمل لبعض الأشخاص برج الجوزاء يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله وممكن اليوم تحززوا العلاقة مع المسؤولين وتحظى بالشعبية وتكون أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح سهل ولكن المشكلة أنه بما أنه القمر اليوم منتحس فهذا بسوي مشاكل على المستوى المهني وممكن يسبب لك نوع من أنواع الارتباك أو الأخطاء فعشان هيك بتطلب منك أنك تكون أنت مركز بشكل جيد وحاول أنك تضبط أعصابك ما تكشف كل أوراقك وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بمواجهات مع المسؤولين حاول تكون مرن وعطارت بما أنه في البيت الأول عندك فممكن تتمكن من إنجاز بعض الأعمال المهمة وتجد سهولة في متابعة دراستك أو أعمالك أو حتى بالإقناع في أشياء إلها علاقة بالوضع المالي أو تجد حلول إلها الزهرة تعمل تقلب ممكن أو تبدل في العواطف وبيجعلك تتلاعب بقلوب اللي بيحبوك فعشان هيك شوي بدك تكون حذر من هاي النقطة المريخ برضو في البيت الثالث عندك بيخليك شوي تكون عدواني ممكن يسبب لك هذا خلاف أو سوء تفاهم عليك تجنب التنقلات أو إنه بدك تكون حذر أثناء التنقلات وأثناء السفر يعني وتشيك على كل شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات خوف الأعطل بالنسبة للشمس أخيراً بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو على وضعية سامية بمساعدة أشخاص دون فوض وهذا بزيد برضو من ميلك للتبذير أو حب الظهور بالفترة هاي برج السرطان كونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطفة بالفترة هاي عندك أحلام بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة في منكو رح يجري اتصالات أو يعني حوارات مع أشخاص خارج البلاد اللي عنده امتحان وخصوصاً على المستوى الجامعي الأجواء رح تكون ممتازة جداً بالنسبة لألكم بالنسبة للقمر طبعاً لأنه منتحس اليوم فبيخلي خيالك جامح وممكن يخلق لك بعض المخاوف الغير واقعية أما بالنسبة للشمس فبتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفتك أو وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة طبعاً برضو بتخلي فيك هيك عيبة وحدة إنك بتكون متسلط بالفترة هاي برضو بتزيد من حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط أما بالنسبة للعطارد بتجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك بالفترة هاي وخصوصاً يعني الأشياء اللي كنت خايف منها في الفترة هاي الماضية الفترة هاي بتجد سهولة لحلها بالنسبة للزهرة رغباتك الشارهة ممكن تدفعك لطرق مشبوهة فعشان هيك بدك تنتبه من إنك تجازف بالفترة هاي المريخ برضو في بيتك الثاني ممكن يعمل لك شوي نزاعات مع رفاقك في العمل أو مع رئيسك لأسباب مالية وممكن شوي تتجه للأمور التبذير فعشان هيك امسك جيبتك أو امسك إيدك عن التبذير قدر الإمكان برج الأسد طبعاً اليوم بتنشغله بإعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة ممكن اليوم يزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية إلا أن القمر لأنه منتحس اليوم وهو في بيتك الثامن ممكن شوي يكون عندك بعض المخاوف الوهمية أو الوساوس أو القلق من شيء معين لازم أنه اليوم تتجنب الإنغلاق على نفسك حاول أنك تجتمع بالأصدقاء الجيدين وتسلية نفسك يعني حاول أنك أنت تخرج من أنك تخلي هاي الأفكار أنها تظلها موجودة برأسك بالنسبة للشمس بما أنه في البيت الثاني عشر بيت المتاعب وسعيد فهذا بزيد ميلك أكثر للأمور الروحانية وروح التضحية فعشان هيك بخلي في نوع من أنواع القاعدة للاهتمام بالأمور الغيبية أما بالنسبة للزهرة لأنها منتحسة فهاي بتخليك شوية تكون طائش في بعض الأمور رغباتك ممكن تكون شرهة ممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك بالفترة هاي المريخ طبعا برضو في بيتك الأول وهو بشكل زوايا برضو تربيع فعشان هيك سلبي فبتكون سيء المزاج نافذ الصبر ممكن أن هذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع النزاعات مع محيطك عليك أنك تتجنب الإفراط يعني ما تكثر المشاكل أو تفقد السيطرة على أعصابك أما بالنسبة لعطارد فهاي الفترة ممكن تعرفك على أصدقاء جدد أو تتلقى أخبار سارة من أصدقاء بيقوموا بعيد أو في بلد ثانية أو في مكان ثاني غير اللي أنت عايش فيه وممكن تقوم بمشاريع أو بلقاءة فكرية مع بعض الأصدقاء برج العذراء بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم الأجواء مشجعة وهذا يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد إلا أنه بما أنه القمر شوي يعني بالفترة هاي سلبي فمنقول لا يعني حاول أنك تتفكر في الأمور بشكل واقعي لو تأجلها ليوصل القمر للبيت التاسع عندك لبرج الثور بيكون أفضل ممكن علاقاتك الزوجية أو العائلية بالفترة هاي يعني يسودها نوع من أنواع الإنسجام والتوافق وبتفيدك الفترة هاي على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن انتحاسة القمر ممكن تخلي في نوع من أنواع الصعوبة في التواصل مع شريكك أو مع زوجتك وممكن يتميل للعزلة وعدم الاكتراث حاول تبعد عن المشاكل وسوء التفاهم بالفترة هاي وحاول ما تدخل بنقاشات حد بالنسبة للزهرة ممكن تعرضك لبعض المشاكل بسبب الغيرة أو أمور إلها علاقة بالشك أو الخيانة أو الأشياء هاي فحاول قدر الإمكان تبعد عنها ما تخلي الوساوس هاي تسيطر عليك أما بالنسبة للمريخ فبيزيد عنفك وفضادتك في التعامل مع الآخرين فبيكون كلامك جارح ولاذع وانتقاداتك بتكون سيئة عشان هيك اضبط لسانك عشان يكون حصانك أما بالنسبة للعطارد ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ أما بالنسبة للشمس بتتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقاتك بتكون جيدة مع الأصدقاء برج الميزان بيتركز العمل عندكم بشكل جيد اليوم ولكن ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد لعملك ولصحتك بتكون تنظموا واجباتكم ووجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية والمنزلية بشكل جيد ولكن زي ما حكينا بتكون تنتبهوا لصحتكم ممكن تجد صعوبة في العمل وتشعر ببعض الضيق بتحس ان الحظ ممكن انه تخلى عنك بالفترة هاي العطارد شوي لانه في بيتك التاسع وسعيد في مكانه فعشان هيك هاي فترة اما بتخلي عندك رغبة للسفر او الدراسات العليا او ربط العلاقات او التعامل مع الغرباء بتكون بشكل اكبر وبرضه بتفتح لك مجالات لمعض المكاسب وخصوصا اللي بيشتغلوا في عمليات الاستراد والتصدير اما بالنسبة للشمس فهي في البيت العاشر بتحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة اشخاص ذو نفوذ وممكن تحصل على ترقية او منصب او سلطة وممكن تحظى بثقة واحترام وتقدير الاخرين اما بالنسبة للزهرة فهي موجودة في بيتك الحادية عشر فعليك الحذر من اللي بيدعوا صداقتك وبيحاولوا خداعك فبدك تنتبه من ناس تخدعك وتغشك بالفترة هاي المريخ بدك تتجنب الدخول في جدال مع احد الاصدقاء لانه ممكن تصل لمرتبة القطيعة برج العقرب ابتجتازه بصورة عامة اليوم فترة ايجابية وممكن تشعر بقوة الحظ والعاطفة والوضع المالي بشكل جيد هاي الفترة فترة حظ وتقوى علاقاتك العاطفية فيها وممكن تعرف هاي الفترة نوع من انواع البهجة او الانشراح الا ان القمر بخليك شوي تشعر بعدم الرضا وتشعر بان الاخرين ما بيفهموك اما بالنسبة للشمس بيزيد ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل وهاي فترة مناسبة لأمور الها علاقة بالسفر او امور الها علاقة باخذ اجازة او عطلة اما بالنسبة لعطارد فبتجد حلول سريعة للتخلص من بعض الديون او النفقات او الازمات المالية او بتجد بعض الحلول لمكاسب بتيجي عن طريق بنوك او قروض او ديون او جدولة بعض الامور اما بالنسبة للزهرة ممكن تخليك شوي تكون اناني بالفترة هاي في علاقاتك وممكن تتعرض لبعض خيبات الامل ممكن تتضرر او يتضرر نفوذك وسلطتك وممكن تتعرض لبعض الانتقادات من محيطك المريخ بيخليك شوي عدواني ومندفع في بعض الاوقات برج القوس بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مسكنكم او الاهتمام بامور البستنة او امور الها علاقة بحضائق البيت ممكن اليوم تجدوا تعاون من افراد العائلة وممكن تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة طبعا القمر زي ما حكينا اليوم منتحس فعشان هيك ممكن يسوي بعض المشاكل العائلية او تجد نوع من انواع الخلافات او اشياء ممكن انت ما ترضى عنها الجو في المنزل ممكن لبعض الاشخاص يوصل لمرحلة انه لا يطاق ويفكر انه يطلع من البيت اما بالنسبة للزهرة برضو ممكن تدخلك بمغامرات عاطفية بتلحقك منها اضرار خصوصا مع شخص غريب او ممكن تعرف صعوبات بتحول دون تحقيق مشاريعك بالنسبة للمريخ بدك تتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك في اثناء السفر والتنقلات بدك تنتبه وتشيك على امور السفر بتذكرتك اغراضك عشان ما تنساش شيء وبرضو بالتنقلات انتبه اثناء القيادة اما بالنسبة للشمس فهي بتعمل زيادة في الارباح عن طريق شراكة او زواج او تركة وممكن يزيد اهتمامك بموضوع الروحانيات بالفترة هاي اكثر من الشيء الطبيعي اما بالنسبة لعطارد فبتكون علاقاتك مع زوجتك او مع شركائك مرضية او ممكن هيك يعطيها طابع من العطف والمودة وهاي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات وممكن تكون الامور لصالحك برج الجديد بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ولكن بتكون اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط لكن القمر لانه منتحس فممكن يكون فيه نوع من انواع التوتر في علاقاتك مع محيطك شوي وخصوصا اثناء الحوارات والنقاشات تجد حالك حد طباع وبتكون متقلب ما بيرضيك اي شيء وممكن ترغب في التهرب من الواقع والعمل اللي عندهم امتحانات او عندهم دراسة بدهم يركزوا بشكل جيد لانه القمر منتحس فهذا الاشي ممكن يشكل لهم بعض الصعوبات عطارد عملك بكون ممتع جدا بالفترة هاي وبتزيد حيويتك وصحتك لانه عطارد سعيد في مكانه فبمنحك طاقة عالية بالنسبة للزهرة ممكن تبالغ بالملذات الحسية وهذا الاشي ممكن يعرضك للوشاية او غيرة خصومك اما بالنسبة للمريخ بتميل للقيام بالمجازفات وممكن تتعرض لبعض المشاكل في عملك فبدك تكون منتبه الشمس ممكن اليوم يعني تعطيك دافع جيد بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار او الامن بفضل شراكة او زواج وهاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية مع الشراكة برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب بيجي من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة ممكن تعرف اليوم سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على بعض الاموال والارباح القمر بيعمل صعوبة في ميادين العمل وممكن ترتكب بعض الاخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي بتكون لا طائل منها اما بالنسبة للشمس فبيزيد حبك للعمل وممكن تبدل جهود او جهد تكافأ عليه بتحتاج لتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لاجراء تغيير على المستوى المهني اما بالنسبة لعطارد بما انه في البيت الخامس فممكن اليوم تشعر انه لقاءاتك ممتعة ويكون لها اثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي اوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري او ادبي الزهرة بتحب الفترة هاي او تعطيك هيك رغبة انك تحب المديح والاطراء وهذا الاشي ممكن انه ما تكون الامور مخلص او يكون الشخص المقابلك مخلص في عواطفه اما بالنسبة للمريخ فبيعطي شوية نزاعات على مستوى المنزل او خلاف ما بينك وبين شركائك بالمال وبالعاطفة عشان هيك بدك تكون حذر ما تكبر الامور وهي ممكن تخليك انت كمان مش مخلص بعواطفك برج الحوت فقدكم بانفسكم كبيرة وانت اليوم اكثر نشاط حيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم ممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي القمر طبعا لانه منتحس فعشان هيك ممكن يخليك تضخم الامور وطاعة المساء الصغيرة حجم اكبر مما بتستحق وهي بتخلي شوي عند بعض الاشخاص فقدان ثقة بالنفس وبجعلك مزاجي ومتقلب اما بالنسبة للزهرة فرغم تظاهرك بالمحبة لكن موتك تنقصها بعض الحرارة اما بالنسبة للمريخ فهي في بيتك السادس ممكن تعرضك لبعض الالتهابات او الجروح او اشياء لها علاقة بالنيران في ميدان العمل فبدك تنتبه الشمس بتمنحك تقدير الجنس الاخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك او ارباح عن طريق المعاملات العقارية وهي فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس اما بالنسبة لعطارد ممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الاقامة او القيام بمشاريع بتتعلق مما بمنزلك او منزلية او عقارية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا للابراج لهذا اليوم وطبعا حركة الكواكب هي بتستمر لايام فما رح نظن نعيدها كل يوم البيوت هاي فمنخلي كل اسبوع نحكي عنها مرة خلينا نروح حسا على القسم الثاني من الحلقة اللي هو سين سؤال وجواب سؤال بارك الله فيك استاذ سؤال لو سمحت ما رأيك في جلسات التأمل انا حضرت جلسات تأمل من قبل كنت اشوف اشياء هذا هل هذا من نسج خيالي ام التفسير الثاني شكرا على كل المجهودات والمعلومات اللي بتقدمها واللي بتتكرم علينا فيها العفو وهذا واجبي انا رح اجعبك عن هذا الموضوع موضوع التأمل التأمل عادة هو دينيا يعني انطلب مننا الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض يعني هو طلب مننا التأمل والتفكر والتدبر ولكن فيه امور تحت اطار السيطرة التأمل اللي بصير في جلسات الطاقة عادة بقولك انه ما تفكر في شيء اخرج من جسدك حاول تتخيل اشياء هاي الامور لتنظيم النفس او النفس مع العدات واخراج النفس وهاي الامور طبعا فيه عليها علامات استفهام كثيرة لانه الواحد فيه اشخاص بصير يقول غمض عيونك حاول انك تتخيل اشياء معينة فانت بتصير ترسم هاي الاشياء من مخيلتك فبيتهياء لكنها حقيقية ولكن هي بالواقع مش حقيقية هي انت بتحاول انك تقنع العقل الباطن بوجودها وهو طبيعة العقل الباطن هو اوعى من الشخص نفسه فعشان هيك ما رح يصدقها فهم بحاولوا يلعبوا على النقطة هاي فانا بفضل جلسات التأمل هاي للجميع انه يستغلوها يستغلوها بنوع مفيد لالهم وهي اشي العلاقة بالتسبيح في ناس بقول لك لا يا عمي شو تسبيح لا سبح وقعد هيك سبح وقول سبحان الله واسرح واتمعا في ملكوت الله في خلقه للسماء خلقه للجبال خلقه للأرض خلقه للشجر عملية كيف خلقك كيف نماك سبحان الله في كذا الحمد لله على نعمه على كرمه على إبداعه على عطاءه على صحتي على رزقي على الشكر لله يعني هاي الأشياء كلها انت بتكون تتأمل وفي نفس اللحظة قاعد بتسبح وبتتقرب فيها إلى الله عز وجل وانطبقت عليك آية والذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي ناس اللي بتفكروا بأنفسهم مما خلقوا يعني وصف عملية التفكر والتدبر في القرآن الكريم بكثير من الحالات فعشان هيك شوي من قول لك تفكر هسا في أشخاص بقول لك لا الأورد والورد والمشعار فيش والطريقة الصوفية والتصوف وهذا هو التصوف موجود يبل الإسلام هاي الطريقة الصوفية اللي الناس تسمع عنها هاي ما قبل الإسلام في كل الديانات موجودة التصوف انك انت تبتعد عن الدنيا بالكامل ومتاع الدنيا وتتأمل او تعيش لحظات الحب والعشق الالهية فهاي في كل الديانات موجودة انت وظيفتك انك انت تستغلها تستغلها في صلاة تستغلها في قراءة قرآن تستغلها في تصبيح ولكن ما تأخذها من جانب أنك أنت توقف التفكير لأن توقيف التفكير ممكن دخلك في متاهات ومشاكل أنت بيغنى عنها اللي في بعض الأشخاص قاعدين بيلمحوا لها أو بيحكوا عنها زي أنك أنت تتخيل روحك طلعت من الجسد أو الإسقاط اللي بسموها الإسقاط النجمي أو طرح الروحي أو الأمور هاي أنت بيغنى عنها أنا راح تدخلك بمشاكل أنت مش قدها ورح تتعرض لها وفي النهاية راح تكون صعب أنك تتخلص منها سؤال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيفك دكتور إن شاء الله بخير وصحتك وعافية ويحفظك ربنا من كل ما كروه دكتور لو تألف كتاب للعلم الأبراج مثل ما بتتكلم يعني نفس البساطة والسهولة اللي نقرأها ونسمع منك اللي بيكون أفضل وفيه فائدة أكثر إلنا لأنه شوي حيل حبيت علم الأبراج وحبيت أتعمق فيها أكثر من خلال أسلوبك ربي يحفظك وأسف على الإطالة وعذرني إذا ما قدرت أوصل لك الفكرة كاملة لأني أنا كردية من العراق وتحياتي إلك ولا مستمعينك تحياتنا برضو لا إلك ولا أهلنا في العراق ولا أهلنا في منطقة كردستان أو منطقة الأكراد لأنه حسنا في أشخاص رح يزعلوا كردستان فصلتها وسولت الدولة إحنا مش بهذا الصدد فعشان هيك منقول لك أهلا وسهلا فيكي وأنتو أهلنا وإن شاء الله أني ما رح أقصر معك في الإجابة على سؤالك طبعا إحنا أنا بالنسبة لإلي أنا عامل كتب مجلدات عن علم الفلك فيها السهل وفيها الصعب يعني لكل المستويات حكينا عن هذا الموضوع سابقا وعملية طرحه أنه لحد الآن عملية الطباعة احتكارية وبيع بأثمان عالية وما عندي برضو مقدور مالي أني أنا أطبع هاي الكتب ولكن ارتائنا لفكرة أنا وصديق إلنا اسمه عبد العزيز طرح الفكرة هو بطريقة غير مباشرة أنه ويب سايت أو موقع إلكتروني فأنا على طول أول ما حكي الكلمة هاي تبادر في ذهني أنه هذا الموقع الإلكتروني نشمل فيه كل إشيء إحنا منقوله أول إشيء الكواكب وتأثيراتها الكواكب ومعناها تراجعها مكانها في البيوت مكانها في الزوايا تقدر تحسب الخارطة الفلكية تبعتك تطلع معلومات عن خارطتك الشخصية من خلال هذا الموقع طبعا كله رح يكون الموقع مجاني ورح يكون في بعض الدروس أو بعض المعلومات اللي من خلالها أنت ممكن تستفيد في علم الفلك أو تتعلم معلومات عن علم الفلك تستغلها بشكل إيجابي بدون تبهيرات والفزلكات والكلام وقال فلان وقال فلان وترجمنا من المخطوطة الفلانية هذا الكلام كله مش رح يكون طبعا فيه أشياء معينة رح نخليها بأسعار رمزية جدا يعني ما تتجاوز العشرة دولار على أشياء معينة طبعا أشياء مش اللي هي الأشياء السهلة الأشياء الصعبة وهاي بتكون فقط لدعم الموقع على أساس أنه ندفع أجاره ندفع للأشخاص اللي بدون يبرمجوا أو الأشخاص اللي بدون يشرفوا على إدارته يعني منه أنتوا بتستفيدوا ومنه إحنا بيكون عبئ علينا وبرضو منحمل الأشخاص هذولا في نفس اللحظة أنه كل شيء على الموقع مجاني ولكن هي رح يكون زاوية للتبرع للدعم وبرضو في نفس اللحظة أشياء معينة رح تكون مدفوعة الثمن ولكن مش ميت دولار وميتين دولار ومش عارف إيش يعني أشياء بسيطة جدا مقدور أي شخص أنه يدفعهم على أساس اللي بيحب يكمل يعني مش أنه والله أنا بدأ أحطك في أجبرك على أساس أنك تدفع العشرة دولار لا هو رح يكون لشغلات بسيطة جدا يعني ممكن أنت تكون بالنسبة لك مهمة جدا بالنسبة لغيرك تكون مش مهمة فمش يجدعي أنه هو يدفعها فإن شاء الله أنه هذا الموضوع في الفترة القادمة رح نشتغل عليه ورح نعمل فيه ورح يكون فيه ارتباط في بعض الأشخاص يعني اللي بيحبوا أو بيشتغلوا في الأحجار الكريمة طبعا معتمدين رح يكونوا محلات تجارية أو أشخاص لهم مراكز بيبيعوا أحجار بشهادات مش اللي بيبيعوا هذولا أي كلام أو الحجر اللي بيقولك مرسوم عليه والخادم فيه والمشعر فيه هذا النصب كله إحنا منهاجمون إحنا نشتغل فيه مستحيل طبعا وفي نفس اللحظة رح نشتغل على أشياء ثانية يعني أنا بحط بالأفكار وطبعا أخونا عبدالعزيز هو أدرى مني في هاي الأمور مبحر وفيه برضو أحمد هو دراسته هاي الشغلة اثنين يعني بيشتغلوا في هذا الموضوع وممكن نستفيد منهم وبرضو أنتو الأشخاص اللي على القناة أكيد في منكو أشخاص لهم باع طويل في أمور علم البرمجي أو البرمجيات أو أمور إلها علاقة في إدارة الويب سايت أو السوشيل ميديا أو الأشياء هاي برضو بدنا نستفيد من خبراتكم أو نصائحكم طبعا لما يصير العمر هذا بدناش نستبق الأحداث وإن شاء الله هاي المادة كلها اللي موجودة عندي ما رح أبخل عليكم فيها كلها رح أحطها بين إيديكم عشان الكل يستفيد منها وتكون بإذن الله فيها منفعة إلنا ولا إلكم طيب سؤال الدكتور ممكن أيام الزين يقص الشعر والتجميل واتذكرنا فيها بالحلقة بعد إذنك طبع أنا عشان أنا أختصر أنا رح أصير أحكيها بشكل مفصل يعني لما نوصل لبرج معين بوضعية كواكب معينة إلها علاقة بالمعالجة إما للتجميل أو عمليات التجميل أو الأمور اللي إلها علاقة بالشعر وقص الشعر والأمور هاي رح يصير ننبه لإلها أنه اليوم هذا يصلح أو الفترة هاي تصلح لهاي الأمور أو الفترة هاي لا تصلح إجمالا أمور التجميل هي إحنا عادة بنعتمد على القمر وعلى الزهرة يعني هذول الكوكبين هم اللي أساسا نعتمد عليهم في عملية قصة الشعر أو إنبات الشعر أو الأمور التجميلية لما تشوف الزهرة عملت زوايا إيجابية حكينا في الزوايا وانسيت أنا أذكر إلها فهاي الزوايا الإيجابية تبعتها معناته التصلح لعمليات التجميل وأي شيء له علاقة بالتجميل أو التزين القمر عادة بيختلف شوي عادة إحنا في مراحل النمو للقمر اللي هو من ساعة ولادته لحديث ما يكتمل قبل ما يكتمل بدر بقى كم يوم منيجي منقول للزاوية التزديس أو التثليث تصلح لعمليات قصة الشعر والإنبات والإنبات يعني تقوية الشعر وأما ما بعد اكتمال القمر في فترة التناقص منقول أنه قصة الشعر هي بتضعف البصيلات يعني اللي بده يتخلص من الشعر الزايد في هاي الفترة يشيل ويبعد عن زوايا الإيجابية يعني يبعد عن التثليث ويبعد عن التزديس يأخذ المقابلة ويأخذ الاقتران بتكون الأشياء أبطأت أكثر في عملية الإنبات هاي أبسط قاعدة وإن شاء الله أنه في الحلقة هاي رح نحكي يعني في الحلقات القادمة رح أركز على هاي النقاط وأشرحها حتى وجود القمر في الأماكن المناسبة لإلها لعمليات قصة الشعر رح نذكرها سؤال بارك الله فيك دكتور ويعطيك ألف عافية على كم المعلومات اللي تسردها وبارك الله فيك سؤال ما معنى أنه القمر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية أو عطارد كذلك وهكذا النحسات وشو بتأثر على البشر طبعا بتأثر على البشر زي ما حكينا في توقعات الأبراج اليوم أنا تعمدت أني حكيتها انتبهت للسؤال الآن أنه لما يكون عطارد منتحس معناته فيه تأثيرات سلبية لما يكون القمر منتحس بعطي تأثيرات سلبية لما عطارد أو الزهرة بيكون إيجابي بعطينا تأثيرات إيجابية عشان هيك إحنا بنوخذ دائما بذكرها منتحس وإيجابي عشان نعرف التأثيرات اللي بديوا يعطينا إياها منتحسة ولا إيجابي هذا جانب اثنين فيه أشخاص اللي متعمقين في علم الفلك وبعرفوا علم الوقت أو إدارة الوقت احنا بنسميه اللي هي ساعات الكواكب لكل يوم يعني في النهار 12 ساعة وفي الليل 12 ساعة كل ساعة يحكمها كوكب معين فممكن هذول الأشخاص بدهم يستغلوا للدعاء أو للتقرب أو لإنجاز أعمال أو توقيع عقود فبكون ينتظر هو في فترة عطارد مثلا أنه يكون سعيد في اليوم الفلاني عشان يتمم أوراقه فأنا بنبه لما بقول منتحس أنه لا دير بالك عطارد باليوم هذا مش سعيد هو منتحس فعشان هيك لا تعتمد عليه انتظر يومين أو ثلاثي لحد يصير سعيد وتحرك القمر نفس الشيء له علاقة بالعواطف الزهرة لها علاقة أو التزين المريخ له علاقة بالقرارات وإله علاقة بالمواجهات المشتري له علاقة بالحضوض والدخول على المدراء أو الرؤساء أو الأشياء اللي بتكون كبيرة زحل للعقوبات وإصدار الفرامنات اللي بتكون حادة أو اللي بتكون أنت بدك تعاقب فيها أشخاص يعني كل كوكب له مزايا معينة وكل كوكب له تأثيراته فإحنا نأخذ إيجابياتها ونأخذ سلبيتها إحنا الآن بصدد إنه بس تعرفوا إنه تأثيره لما بيكون إيجابي تأثيره لما بيكون سلبي وإيش تأثيره على البشر فعشان هيك هذا بنعتمد عليه في توقعاتنا اليومية إحنا لما بنحكيلكوا إياها بنحكيلكوا إياها على حسب وضع الكواكب إذا كانت سعيدة ببشرك بأشياء سعيدة إذا كانت منتحسة بحكيلك طيب سؤال تحياتي دكتور وزادك اللهم علم إحنا وإياكم ياريت إذا بتحب إنه تحكينا عن تراجع الكواكب في البيوت لحظة الولادة وشو دلالاتها وإذا اجتمع أكثر من كوكب في بيت واحد شو بيدل طبعا إني أحكيلك دلالاتها وكل كوكب معناته إحنا بدنا حلقات طويلة عشان نشرحهاي الأمور ولكن هو دائما خذ الكوكب إنتي عشان تفهمها بطريقة مبسطة كل كوكب إيش عملوا إي يعني مثلا نيجي على القمر حكينا القمر إلو علاقة بالعواطف إلو علاقة بمشاعرنا فلما بيكون منتحس بيكون بعكس المشاعرنا بتكون فياضة أو بتكون سلبي طيب نيجي على الكواكب اللي بتتراجع زي عطارد إلو علاقة بالاتصالات إلو علاقة بالمواصلات طيب لما بيكون إيجابي معناته عنا قدرة إحنا نتواصل ونتحاور ونقنع وننجح في هاي الأمور خصوصا بالأمور الفكرية طيب لما بتراجع بيصير عنا عصبية وحدية وعدم القدرة على تبليغ المعلومة يعني بيصير في عنا نوع من التردد أو الخوف طيب لما بيكون المريخ موجود معه ما بنوخذ عطارد والمريخ بنوخذ عطارد لحال وبنوخذ المريخ لحال طيب المريخ بعطينا الجراءة والثقة وبعطينا القدرة على إبداء وجهة النظر إذا كان سعيد طيب إذا كان بتراجع معناته أو كان سلبي بدو يعطينا السلبية بدو يعطينا التهور والإفراط في الأمور العصبية بالأمور وممكن نصل لمرحلة المشاحنات في الأمور والزهرة كذلك والمريخ والمشتري كذلك كل الكواكب إلها نفس التأثيرات فيه شيء بعطيك حظ لما بتراجع بتفقد الحظ فعشان هيكي هاي الأمور مش سهل إنه نجي نشرحها أنا أعطيتك هيها بطريقة مبسطة عشان تفهم القاعدة اللي بنحكى فيها وبرضو في نفس اللحظة تفهم أنت كيف تحللها حتى لو كان في خمس كواكب موجودة لا تأخذها الخمسة مع بعض بدك تفصل كل كوكب لحاله عشان هيكي لما تفصلهم تفهم أنت كيف التقلبات اللي بتصير معك ممكن يكونوا موجودات في بيتك بيت البيت مثلا فبعطيك أنه اندماج مع العائلة وبعطيك إشي بيسوي لك خلافات مع العائلة إشي بيسوي لك مثلا خلافات فكرية زي عطارد أو تفاهم ما بينك وبين العائلة المريخ بيعمل لك لا مشاكل ومشاحنات لدرجة أنه القاعدة في البيت أو العيشة في البيت لا تطاع الزهرة بيكون إيجابي بعطيك نوع من أنواع التقارب الأكثر الفكري في مجتمع العائلة أو حصولك على ممتلكات أو أنك تقدر تحصل على بيت أو التاجر في العطارات وكله بنفس الطريقة سؤال هل الكواكب اللي بتكون منتحسة في هذا الشهر مثلا بتكون منتحسة السن القادمة في نفس الشهر والعكس صحيح لا لأنه مثلا الزهرة السن الماضية كانت هي في أماكن غير اللي موجودة فيها السنة هاي والمريخ نفس الإشي هو عطارد والزهرة بنقدر نحيي إحنا هم هذول النير يعني بظل جنب النير الأكبر اللي هم على الشمس فبمشن حوالي يا بكون نقبله ببرج يا في نفس البرج يا بعده ببرج يا بتراجع هاد برجعين برجعين بنفس المكان ولكن لما تيجي أنت على المريخ مثلا يعني مستحيل يجي عطارد السنة هاي والسنة الجاي في نفس المكان أو الزهرة أو أو المشتري أو أي كوكب من الكواكب ما بصير وتراجع إنه الكواكب تتراجع بنفس اليوم وبنفس الهذا برضو عمرها ما صارت فعشان هيك ليش إحنا دائما نشتري اللي هي البلاند إحنا اللي هي حركة الكواكب السنوية هاي منشتريها عشان هذا لأنه كل سنة تختلف فكل سنة في زوايا تختلف بيوت بتختلف ممكن هاي البيوت تشابه في بعض النقاط المعينة وفي أشهر معينة ولكن مش في نفس الشهر سؤال ماذا يعني عودة القمر إلى مكانه اللي وجد بالمكان نفسه وقت الولادة هل بيستفيد منه الشخص مثلا شخص برجه عقرب وطالعه قوس والقمر وقت الولادة كان في الدلول وشكرا وألف ألف صحة وعافية بارك الله فيك أول إشي هاي احنا منسميها تحولات كل ما رجع القمر لمكانه أو الشمس لمكانها أو الزهرة أو عطارد مشتري زحل أي كوكب كل ما رجع لمكانه منسميها تحولات سنوية اللي هي تحولات فلكية أو تحولات كل مسمى كل شخص بسميها مسمى كل ما ترجع الكوكب لما كانه يعني بداية جديدة بداية جديدة لعوطفنا إذا القمر أو لمشاعرنا نبدأ من أول وجديد بداية جديدة للحب بداية جديدة للحضوض بداية جديدة للشمس اللي هي عيد ميلادك دهت لف سنة هاي بدايات اسمها أنه بترجع لنفس اليوم اللي كيف اليوم اللي انولدت فيه كان هذا الكوكب موجود فكل ما دار دورة كاملة ورجع مكانه نسميها تحول نرجع نبدأ من أول وجديد فممكن الآن انت مع تحرك هاي الكواكب تيجي تتفرج مثلا الشمس كانت موجودة في البيت السادس أنا شعرت بتعب صحي كانت في البيت الثامن صار عندي مشاكل مالية صارت في بيت اتناعش بيت المتاعب حسيت حالي طاقتي وصحيا ونفسيا وصار في عندي عداوات فبصير تحفظ كل سنة كل ما لفت الكوكب الشمس هذا لف ودخل على البيوت بتعرف انت شو التأثيرات اللي بتسبب له الآن المشتري بتعرف انه في هاي السنة مثلا في الف وتسعمية أو الفين واثنين اجاك حضوض وجاك مال وجاك مش عارف ايش شوف المشتري وان كان موجود الآن دورته لما بلف الدورة وبرجع بعد 12 سنة على نفس المكان معناته اعرف انه بعد 12 سنة في احتمالية لانه صير عندك فرص ومكاسب وارباح عالية المريخ نفس الشيء لما بلف وين سوى لك متاعب بتبقى عارف زحل نفس الشيء الزهرة نفس الشيء فكل واحد منهم على حسب تأثيراته بتقدر انت تعرف ايش ايجابياته وايش سلبياته سؤال تحياتي استاذنا الكريم شو رأيك في التخاطر تحياتي يا الله هذا طبعا سؤال كبير ومهم وشوي بده يعني افن طول انه في كثير لغط على هذا الموضوع كثير مشاكل على هذا الموضوع واستغل بكثير من الاشياء الغلط فعشان هيك انا ابدأ اشرحلكو بطريقة ان شاء الله انها مبسطة كل انسان على وجه الارض عنده تخاطر ان كان ذكي ان كان غبي ان كان صغير ان كان كبير مين ما كان عنده تخاطر هذا التخاطر موجود في كل البشر ولكن امتى انا بامكاني اسيطر عليه هنا العلم يعني هي بالطبيعة هو موجود موجود عند الجميع انت ممكن في لحظات تبقى تفكر في شخص فجأة تلاقي رن تليفونك نفس الشخص او تبقى تشتغل في البيت او في شغلك انت فجأة يخطر في بالك فلان سين من الناس انت بتعرفه ولسه انت ما كملت ساعة ساعتين شفته في الطريق ها هو اشارات او ذبذبات بلتقطها الجسد وبحللها وتحليلاتها هاي بتكون صائبة طيب امتى انا بدي اسيطر على هاي الامور طبعا هنا مندخل في مجالات كبيرة اول اشي هي جانبين الجانب العلمي احنا منسميه علم بارا سيكولوجي بارا سيكولوجي هو من العلوم اللي فيها علوم التخاطر او الايحاء او علم الاشارات التليباثية احنا منسميها برضو بتوصل الاشارات لهاي الاشخاص عن طريق مرسل ومستقبل هادولا بتعلموها بتطوروها بطريقة معينة في لها علوم كثيرة فبيقدروا يوصلوا لها الان في جزء ثاني من هاي الامور اللي هي روحانيا اللي هي باخدوها على ايات معينة او على سور قرآنية معينة وبضمر على شخص معين وبظل يردد في هذه الايات ويفكر في هذا الشخص لحد ما انه يشعر هو نفسه اللي بقرأ انه صار فيه تواصل ما بين المرسل والمستقبل شبك الخط ما بينهم فبيبلغوا الرسالة يعني ببلغوا رسالة معينة فالشخص هذا بستقبلها اذا كان الاثنين متعلمين ممكن يتحاوروا مع بعض عن مسافات يعني شوفوا قديش حجم العلم يتحاوروا مع بعض عن طريق مسافات طويلة بدون اتصال الهاتفي بوصل المعلومة وبستقبل المعلومة لكن هاي نوادر جدا انها تكون فعشان هيك عادة بتصير انه الاشخاص اللي بيستخدموها بيستخدموها بالشر فشو بيسوي بروح بيقولك انا ما نبقرأ ايات قرآن عشان انا اوصل المعلومة هو اساسا هو وصل المعلومة من خلال خادم او من خلال شيء معين العلاقة بالايات ما بدنا نشرح شو هو فهذا الشخص بنقل احساسك او بنقل الاشياء اللي موجودة جواك فبتلاقي الشخص هذا اللي جواك على طول الشخص الثاني اللي استقبل خطرت في باله صرت تخطر في باله باستمرار باستمرار لدرجة انه بصير عنده ازعاج او خوف او قلق ليش انت بفكر فيك كثير لدرجة انه ممكن يمسك تلفون يقول يا زلم انت خطرت في باله اليوم مش طبيعي يعني فيه احساس غريب خلاني ارن عليك طبعا هو اشياء مخالفة للشرع يعني لانه ممكن انها تأذي او تضر الشخص هاد بدرجة انها بتسيره بطريقة خارج عن ارادته او خارج عن طوره بمعنى اخر هسا فيه اشخاص بقولك طب ممكن نستفيد من هاي الامور بحياتنا العادية طبعا ممكن انت تستفيد فيها وممكن انك انت تنميها هي انك انت مثلا فيه شخص معين انت حاب انت تتواصل انت ويا هاي يعني تمرين بسيط بتحاول انت تجربه حاب انت تتواصل انت وشخص او توصل لهذا الشخص انه يكلمك مثلا او يفكر فيك في هاي اللحظة او تخطر على باله مثلا فبتجلس جلسة صفاء هي جلسة عادية بدون لا تولع شمع ولا تقعد قدام امرأة ولا تطلع من الشباك ولا النجم ينشعر في ايش يضرب في راسك ولا هاي كل الامور تقعد انت بتتخيل الشخص هذا امامك او صورة الشخص هذا بتتخيل ها بين عينيك مع اسمه مع تفاصيله مع شكله مثلا وتبدأ الحوار معه بالاشي اللي انت بدك كأنك انت بتحكي كأنك بتحكي معه امامك وبتحكي اذا حكيت حتى لو صوت مسموع بيكون افضل ما انك تحكي داخليا عشان انه تعمل نوع من انواع الارسال والاستقبال لهذا الشخص الان اذا اجي الشخص هذا ثاني يوم مثلا قالك والله مبارح خطرت في بالي او شفتك بالمنام او اعرف انه انت اصبت الهدف او قدرت توصل يعني كنت مرسل جيد فهي مش من اول مرة وثاني مرة واسبوع ممكن تزبط فيه اشخاص ممكن تزبط معهم من اول مرة ولكن يجربها ثاني مرة ما بتزبط معه ليش لانها هاي تمارين عادة احنا مقول ما تجربها لحالك لازم يكون فيه مدرب او معلم موجود جنبك على اساس انه يساعدك كيف انت تقدر تركز بدون تشتت بفكري بدون ما تشتت مخك بدون ما تقعد تفكر باكثر من شغلة ما تركز على الاشياء اللي انت بدك تحكي فيها وبعدين تصير فوضى من الكلام فهذا الاحاء اللي هو الاحاء البسيط اللي هو من انا اللي بعلمك هذا من البرسيكولوجي هذا لا العلاقة لا بعفريت ولا بجن ولا بالامور هاي هاي لها علاقة بطاقات طاقتك انت بتستخدمها من طاقتك انت ممكن تزبط معك ممكن ما تزبط معك ولكن المتمرس لا بامكانه يوصل الرسالة كاملة لعقل الشخص يعني يرسله كيف انت بترسل رسالة من تليفون لتليفون فجأة انت بترسلها مادة بتتحول لتيارات كهربائية كهرومغناطسية تشفيرية شو بسموها يعني لها اسماها بال بالاتصالات وفجأة بتلاقيها دخلت على التليفون وتحولت وفتحت رسالة هي بتصير بنفس الطريقة انت بترسل رسالة هاي الرسالة هاي بتطلع عبارة عن من مخك مجموعة داتا بتحولها لطاقة معينة بتشبكها مع المستقبل وبتفتح فمخه لدرجة انه هو بحس انك انت مريض انت تعبان انت محتاج انت بأزمة انت بذائقة لدرجة انه هو تقريبا بكون عارف نسبة عالية جدا من الاشي اللي انت بتعاني منه او اللي بتمر في في هاي اللحظة وبيخلي يتواصل معك مباشرة ولكن اياكم انكو تستخدموه في اشي غلط اياكم لانه هذا ذنب والذنب في رقبتكو انتو انا علمتكو اياه لاشياء خير تستخدموها باشياء خير ما تستخدموها كلعبة ما تستخدموها كمتعة ما تستخدموها كاشياء بس بتكو تتسلوا فيها حاول انك تستخدمها فقط لاشياء يعني كتجارب معينة بدون ادية بدون ما تحاول انك انت توصل للشخص اشي مؤذي او اشي يتعبو نفسيا او يسحب طاقتو او يضره او هذا فعشان هيك رجاء انا يعني بعلمكم ولكن ما بعلمكم شيء تغضبو وجه الله فيه لانه اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد علم من علوم ربنا وكل علوم الله عز وجل فيها الخير وفيها الشر فاذا استخدمت في الخير فممتاز جدا وإلك الاجر فيه اذا استخدمت في الشر انت اللي تحمل مسئولية استخدامك انا ما الي علاقة في الموضوع انا بريء امام الله من هاي الامور هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم طبعا اللي عنده اي استفسار او معلومات او جرب وشاف الامور كيف صارت معا يكتبنا بالتعليقات ايش اللي صار معا بالضبط ايش اللي شعر فيه ايش اللي خاف منه ايش اللي حبه في هذا العلم على اساس انه احنا برضو كلنا ناخذ من تجارب بعض ونعقب على بعض التجارب او نجاوب على بعض التجارب لانه هذا اول اشي ما يعني انا اختزلت بدقائق ما بعرف قديش المدة ولكن هذا واسع جدا وعلم كبير جدا بحاجة لا ايام واسبيع واشهر حتى ينشر فانا اعطيتك المفاتيح السريعة يعني تستفيد الاستفادة البسيطة ولكن مع الايام ممكن تتطور هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة